اشتركوا في القناة ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد منزلة الحياة كنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن منزلة من منازل السالكين إلى الله عز وجل منزلة الحياة قال الله تعالى او من كان ميتا فاحييناه قال المفسرون ان المراد في هذه الحياة حياة القلب وقال ربنا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سبق في الدرس الماضي ان للحياة مراتب فالمرتبة الاولى حياة العلم من موت الجهل درس اليوم ومن مراتب الحياة حياة الارادة والهمة وضعف الارادة والطلب من ضعف حياة القلب اذا رأيت انسانا همته في الاقبال على الله كبيرة ارادته في سلوك هذا الدرب قوية عزمه في السير شديد فاعلم ان قلبه حي او من كان ميتا فاحييناه تجد السالك الى الله عز وجل ينهض في صلاة التهجد ينهض في صلاة الفجر ينهض في الذكر يحمل ضعف وربما ثلاثة اضعاف وربما عشرة اضعاف ما يحمله غيرهم لان قلبه حي وارادته في الاقبال على الله عز وجل شديدة وتجد صديقه قريبه اخاه يخور امام حمل جزء من عشرة اجزاء مما يحمله غيره ثم يقول لك بانه متعب ثم يقول لك بانه يحتاج الى راحة ذلك لان ارادته ميتة ذلك لان الخوار قد نخر في قلبه حتى مات هذا القلب وان كنت ترى جسدا ينطق وجسدا يمشي وجسدا يأكل لكن الارادة ضعيفة من موت القلب والسالك الى الله عز وجل سماه اهل الطريق مريدا لانه يريد اقبالا على الله عز وجل يريد درجة عند الله عز وجل يريد مرتبة عند الله عز وجل يريد اصطفاء عند الله عز وجل فمن مراتب الحياة حياة الارادة والهمة وضعف الارادة والطلب من ضعف حياة القلب وكلما كان القلب اتم حياة كانت همته اعلى وارادته ومحبته اقوى واخس الناس حياة اخسهم همة واضعفهم محبة وطلبا كان شيوخنا رحمهم الله تعالى يحدثوننا بان واحدهم كان يمشي من الشام الى حلبون يمشي من الشام الى الزبداني من اجل ان يلقي درسا هناك ويرجع ربما في اليوم نفسه اربعين كيلومتر ذهاب اربعين كيلومتر اياب من اجل ان يلقي درسا في حياة للارادة في حياة للهمة في قوة في الاقبال على الله عز وجل ربما مشى احدهم الى التل اهل الحديث كانوا يمشون من بلد الى بلد يمشون من الشام الى الكوفة ثم يسيرون من الكوفة الى ايران ثم يعودون من ايران الى مكة طلبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تعجب تقول كيف يفعل هذا الانسان هذه الفعلة ذكروا عن الامام الزمخشري بانه وهو في سفره في طلب العلم سقطت رجله من شدة البرد وقرأت ان واحدا من كتاب الحديث وهو في رحلته في طلب الحديث سقطت اصابعه الاربعة فكنت ادرس طلابا من شرق اسيا افغانستان والشيشان في مجمع الشيخ احمد كفتارو عليه رحمة الله كانوا يدرسون في الشام قلت لهم انا قرأت في كتاب عن بعض علمائنا انه كان في بلادكم يطلب العلم فسقطت اصابعه الاربعة معقول او في خطأ يعني في الكتابة كيف سقطت اصابعه الاربعة يعني اسحب الان انت اسحب اصبعك هيك اسحب ما استطعت كيف سيسقط هذا الاصبع قلت في خطأ في هذا الكتاب قال لا استاذ لا يوجد خطأ هذا عندنا في بلادنا كثير قلت كيف كثير قال عندنا من شدة البرد تتجمد كأن الدماء مثلا تتجمد في الاذن او تتجمد في الانف فمرارا ما تجد انسانا من دون اذن عندنا من شدة البرد نسي نفسه بقيت اذنه مكشوفة ثم انه دفعها بطريقة ما تسقط اذنه وتجد انسانا من دون انف سقطت ارنبت انفه من شدة البرد قال لانه عندنا البرد شديد جدا فصحيح ان تسقط اصابع انسان بس العجيب يا اخوان ان هذا الذي سقطت اصابعه استمر في الطلب يعني مو رجعا لك راحوا الاصابعنا شو بنا نعمل خلينا نرجع على البيت الله اكبر هذا عنده حياة مختلفة عن حياة الطعام والشراب واللباس والكسوة واخص الناس حياة اخصهم همة واضعفهم محبة وطلبا لما بكون القلب حي تجد الهمة طارت للوصول الى المحبوب وحياة البهائم خير من حياة من لا همة له كما قيل نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم الردى يعني الموت نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وتكدح فيما سوف تنكر غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم بكرة عم تعمل لكن غدا يوم القيامة ستنكر بعض أعمالك التي عملتها في هذه الدنيا وتتمنى لو أنك لم تفعلها وتكدح فيما سوف تنكر غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم تسر بما يفنى وتفرح بالمنا كما غر باللذات في النوم حالم ولشدة فتور همم وإرادة بعض الناس حقيقة هو يتمنى أن يبقى نائما فلا يستيقظ بل إنه كلما استيقظ من سريره عاد للنوم وأهله يشكون منه كثرة نومه وهو يهرب من هذه الحياة ومن العمل فيها بالنوم فالمرتبة الثانية من مراتب الحياة حياة الإرادة والهمة وهي دليل على حياة القلب قال وحياة القلب بدوام ذكره وترك الذنوب كيف أريد أن تكون إرادتي قوية كيف يكون قلبي حيا من أجل أن يعطيني إرادة قال وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب كما قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها رأيت الذنوب تميت القلوب وإذا مات القلب إذا مات القلب بتلاقي ضعيف الإرادة إذا مات القلب بتلاقي ضعيف الهمة إذا مات القلب بتلاقي بدو دفع في كل حركة يحتاج إلى من يدفعه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها تذكرون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وحده يقول لعمه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنفرد سالفتي يعني حتى تقطع رقبتي ويسقط رأسي اللهم ارزقنا همة من همم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بعض الصالحين ينشد يقول سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساء إذا ما بيصف على وجه الأرض إلا مسلم واحد أنا سأحمل هذا الدين وسأنشر هذا الدين لما بيكون القلب حي تصير الإرادة قوية ولما بيكون القلب ميت لو كان محفوفا بالصالحين ومحفوفا بالمؤمنين ومحفوفا بالمقبلين على الله تجده خوارا سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساء فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء إذا كان الفناء سبيل خلدين فمرحى ثم مرحى يا فناء إذا كان موتي في سبيل الدعوة إلى الله وموتي في سبيل نشر الخير بين العباد سيخلدني عند الله عز وجل فما أحلى هذا الموت وما أحلى هذا الفناء لأنه فناء يورث حياة منزلة الحياة قال وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب فحياة القلب بدوام الذكر وبالإنابة إلى الله وترك الذنوب والغفلة الجاثمة على القلب ولا يزال الضعف يتوالى على العبد من كثرة ذنوبه حتى يموت قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة فإذا تاب واستغفر سقل قلبه وإن عاد من دون توبة يعني زيد فيها حتى تعلو قلبه قلبك حي قلبك أبيض قلبك نيير قلبك فيه حياة وإقبال على الله إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء إذا تبت واستغفرت الله عز وجل يمحو لك هذه النكتة يمحو لك هذه العل عن القلب إذا لم يتوب زيد فيها الذنب الآخر رد نقطة الثالث نقطة والرابع نقطة العاشر نقطة قال حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سبحان الله تجد علماءنا الموجود منهم ومن توفاه الله تعالى له من العمر ثمانون سنة ينزل إلى مجالس العلم يباشر أعماله بنفسه تسعون سنة يعمل مئة سنة عنده همة ربما جسده لم يساعده بل إن أكثرهم همتهم أقوى من أجسادهم حتى إن جسده يشكوه إلى ربه يا رب دخيلك أفناني ولا يزال يريد أن يعمل يبلغ أحدهم مئة سنة كان شيخنا عليه رحمة الله يأتي إلى المسجد محمولا يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يهدى بين رجلين وإن رجلاه تخطاني على الأرض الشيوخ تعلموا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم محمولا على الكرسي مرة أسلم رؤساء طائفة من اليابان وهي الدين الثالث في اليابان اسمها طائفة الأموتو أسلم في الشام فأرادوا أن يذهبوا إلى العمرة يزوروا الكعبة ثم يزوروا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فالشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله قال أنا أسافر معكم قال له الإخوة في المسجد قال سيدي أنت غير مناسب أن تطلع في الطيارة كان عنده مشكلة في القلب قال لابد أن أسافر معهم فأكون قريبا منهم من أجل أن يعني أفسر لهم ما يجدونه غريبا أو لا يفهمونه فيما يرون الأطباء قالوا بس أنت في خطر على حياتك إذا سافرت بالطائرة قال يا ابني أنا دعوت الله عز وجل أن أموت وأنا في طريق الدعوة فإذا متت فقد حصل المطلوب قال طيب سيدي من باب اتخاذ الأسباب أنت ما تكون تلقي بيدك إلى التهلكة قال من باب اتخاذ الأسباب يخرج معي طبيب منكم وأصر على أن يسافر معه وبالفعل ذهب معه معد حياة القلب تورث حياة الإرادة كنتم ترون عليه رحمة الله الشيخ عبد الرزاق الحلبي كان مطويا على يعني نصفه في آخر حياته لا يستطيع أن يستقيم ظهره واقفا كأنه راكع ويحمله أو يمسك بيده رجل من على اليمين ورجل من على اليسار ثم هو ينزل إلى صلاة الفجر ليدرس اختفى صوته الدرس يحتاج إلى صوت اختفى صوته ينزل إلى الدرس يجلس على الكرسي والأخ المعيد هنا هو يقرأ والشيخ يسمع حتى إذا المعيد أشكل عليه أمر سأل الشيخ التفت وسأل الشيخ في أذنه قال سيدي كيت كيت يقول المؤلف ما المعنى فالشيخ يتكلم ببحة من دون صوت يعني نحن مرات أنا أكون جالس كنت جالس لا أسمع صوته مع أن المغرفون أمام الشيخ ويتكلم المعيد يسمعه ثم هو يقول ما قال الشيخ الله أكبر شو جاي تساوي أنت في الدرس حياة الإرادة هذه مرتبة وتجد شابا نظريا لو مال على جدار لهده تجده خوارا ضعيفا يفكر ماذا يأكل يفكر على أي وسادة ينام يفكر ما هو الحذاء الذي يريد أن يرتديه كيف سيجلس عند الحلاق ساعتين ليحلق له رأسه لا في عمل ولا في همة ولا في إقبال على الله عز وجل وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب فحياة القلب بدوام الذكر والإنابة إلى الله وترك الذنوب وترك الغفلة الجاثمة على القلب ولا يزال الضعف يتوالى على هذا القلب بسبب الذنوب حتى يموت وعلامة موته شون نعرف إذا واحد ألبو ميت لما عايش بالطب بيئسوا النبض بالطب يحطوا السماعة بالطب يفحصون على الأجهزة مشان نشوفوا هذا القلب يتحرك لمواقف بس هل القلب الإيماني شون نعرف أنه عايش لما ميت وعلامة موت القلب أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بسير إذا صلى أبوه أمامه يقول له أنت شو عم تساوي شو عم تساوي أنت تعود كل معنا ترك الصلاة إذا حضر درس رفيقه بيجيبه يحضر درسا بيقول لك ما فهمت شيئا حسيت حاني متدايق ولا عجبني على هيك أراني هلأ رفيق قاله رفيق تاني بياخده على مرأس بيقول له ممتاز بسطط كل مرة خذني لا يعرف معروفا ولا ينكر ومنكرا بيطلع من البيت بيطلع من البيت زعج أمه وأمه تدعو عليه نسأل الله السلام بتضحك لا يعرف معروفا ولا ينكر ومنكرا يأخذ رشوتا من مراجعين المراجعين السحي يريد أن يخفيها بيقول له ليش عم تخبيها بلغني عن واحد من الموظفين كان يطلب رشوتا فربما جاء هذا الذي يريد أن يعطيه الرشوة يعني يخجل من فعلته أو يستحي من فعلته يريد أن يخفيها فيقول له ليش عم تخبيها ليش عم تخبيها طالعا عطا عطا أمام الناس يظن نفسه بطلا مات ميتتان من أسوأ الميتات هذا مدليل بأنه بطل دليل بأنه ميت لا ينكر منكرا هلأ إذا جبنا ميت وغزينا بالسككين ما بحس مو لأنه بطل لأنه ميت كمان الذي يفعل المنكرات وما له حاسس أنه عمل شيء مو بطل هذا وإنما هو ميت قال وعلامة موت القلب أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أتدرون من ميت القلب الذي قيل فيه ليس من مات فالصراحة بميت إنما الميت ميت الأحياء قال ومن هو قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قال والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه لذلك قرأت في أكثر من حديث بأن رجلا من الصحابة كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة واحد يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه لأنه يخاف لأنهم رجال كانوا فيخافون أن هذه القسوة تتمادى فتتحول إلى موت والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه أيها الإخوة كثرة ذكر الله عز وجل تحيي القلب فإذا حي القلب حييت الإرادة والهمة فأكثر ما استطعتم من ذكر الله تعالى واجعلوا الذكر ديدنكم وحليفكم وهجيركم ونشيدكم وأنيسكم وما يشغل أوقاتكم لتحيا قلوبكم ثم تحيا الإرادة فتجد في نفسك إقبالا على الله عز وجل ما كنت تعهده من قبل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون إحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين